ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والقصيدة بعنوان صراخات الفن المظلوم بعد اختفاء الشاعر المكتوب الشعر فخر بعدكم وهجاء وأزال قيمته وضيع شأنه أمم خلا من ذوقهم إن شاء والكل يهدر فيه وقتاً وافراً كسباً وهذا سيء وبلاء ما كنت تكتب طالباً من شهرة أو رفعة يمتازها الفصحاء كنت البيان إذا ابتكرت قصيدة عجزت بوصف جمالها الشعراء مذغبت غاب جمالها وبيانها وأراقوا فيها بها الإيطاء وقد ابتدعت من البديع تفنناً أشياء ليس يحوزها الأدباء وكتبت ما لو عد عاد لحمله ثقل الجبال وما حوته سماء يا شاعر في عصره وذمانه شعري لشعرك فدية وفداء فالفن يبكي من رحيلك أدمعاً والآن يكتب من يشاء تلاعباً ويقود فن خياله الأهواء والآن يكتب من يشاء تلاعباً ويقود فن خياله الأهواء ما أبدع الشعراء بعدك نطفة إلا وذم سيداً وأساء ما أبدع الشعراء بعدك نطفة إلا وذم سيداً وأساء رضي الإله عليك من خلق الثراء وتدهشت بكلامه البلغاء رضي الإله عليك من خلق الثراء وتدهشت بكلامه البلغاء نحن نعلم بديلوك في قصيدة بي نيون كوي دفت بحر كامل موضوع بي ما أبدع الشعراء في قصيدة بكلامه 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 ويشاهد الشعراء يعني المعروب بحوة المعروب أن يكون كنت يشتركوا من المعروبين لم ينسون الولي يمكنني يا شكري وسائل هذا يمكنني أن يكون يكون محببا حماية السورة من أن يكون ذكرت من المعروب بإعادة فقط هنا إذا فعلنا قبل أن يكون فأسرعا على كل ذلك اشتركوا في القناة 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 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة